هتعيش على جزيرة فاضل ثالثة أسئلة لو هتعيش على جزيرة لمدة سنة كاملة فاضية وما فيهاش حد غيرك انت وحد كمان اختار مين بقى يبقى الحد ده غدى إبراهيم ولا عيشك كلاني ولا سمى المصري يقصي عدعك العسل خلاجي خلاجي بسراح عيشك كلاني وتعيش يا جزيرة طبعا طبعا ده أحلى سنة في الدنيا طبعا لو أنت بالحب يخفت الدم وفرق معك الروح كفايا بقى يعني آه يعني روح كفايا مزز بقى طيب قول لي الممثلة الأنجح في الجيل الجديد في البناء مين من الفنانات دو منا شلبي ولا دنيا سمير غانم ولا زينة متحكي 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 لا يا طيب لا 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 بادي الشار تلاتة والله هم التلاتة حلوية بس لو عايز رأي وزقي أخليك أنت تختار لا لا تب اختاري لي أنت لا لا أنت اللي تختار لو والله أبدا أنت أغلى حاجة عندي لا وحيات غلوتك عندي أنت لازم تختار بس أنا أقول لك أن هم كلهم عسلات بس خير الأمور الوسط وانت فهم بقى موافقك خلاص موافقني؟ مين؟ الوسط مين؟ دنيا دنيا طيب السؤال اللي قبل الأخي لا كفاية خلص قبل الأخي نعم نعم وفضل واحد فعلا ما غسرت طيب قول لنا هتشوف الثلاث أسامي اللي هيتلعوه لك على الشاشة عمر دياب هنيشاكر ومحمد موني على مدار الزمن يعني هم دول اللي فضلين مين؟ يلا بقى دينا مخصور دول هدول الأصحابي بقى يعني إيه اللي هو يعني متواصلين بقى أنت عايزين تجيبوها يعني لا أنا عايزة أعرف بقى أنه على مدار كده بشورك الفني وبشورهم الفني كنت شايف أن مين في الفنانين الكبار دول اللي كان بينفسك في مشورك الفني بينفسني والله يعني وطبعاً منافسة دي حاجة كويسة يعني مش حاجة واشة ده بالعكس بتخلينا نطلق أحسن ما عندنا يعني طبعاً بس والله مش مش منافسة لأننا بفرح لكل حد فيهم بنجاحاته دي حقيقة والله يعني وجودهم هما التلاتة مهم جداً ونجاحتهم هما التلاتة هما شرف لمحمد فؤاد ولغير محمد فؤاد طبعاً لا أي فنان في مصر يعني عمر قيمة كبيرة جداً أستاذ هاني شاكر وأستاذنا كلنا أستاذ محمد مونير أستاذ أنا وعمري دياب برضو طبعاً وأعتقد أن عمر دياب هو الصديق اللي بعتزي فيه جداً 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 عشان بدأنا مع بعض ومشينا مشوار طويل هو كافح فيه وأنا كفحت كل واحد على قدر إمكانياته وربنا وفق كل واحد فيه حسب جهده يعني أنا تعجبني صراحتك جداً وطبعاً سقفة وتحية كبيرة للهضبة تلاتة كمان يعني آه الهضبة تلاتة الهضبة عمر دياب وليهم وامة تلاتة بس طبعاً إحنا كده عارفنا إن كانت المنافسة ما بين عمر دياب ومحمد فؤاد والحمد لله إن المنافسة دي طلعت لنا أحلى الأعمال اللي إحنا بنستمتع بيها لحد دلوقتي وتحية لهم كلهم طبعاً آخر سؤال بقى بص السؤال ده حلو بقى وهيطر علينا القعبة انسى بقى اللي فات ده كله مش هتخسر حد تاني الحمد لله هنفترض إن محمد فؤاد غير متزوج ولا عمره كان متزوج شغيل والفنانات اللي هنشوفهم مرة مقدورة عليها إن راضيها بالزوج لو على زوج ما دي اللي فضلة بقى كده ما فيش لبيت وعلى حاجة خارج متروحش البيت بقى تجيلي أنا بقى تجيلي ماشي يا الحسار كله الخطة كده يا الحسار كله ما دي خطة بقى عشتكشت مالك بقى فأتروح فين يا فوق قولي دلوقتي زي ما قلت لك انت غير متزوج تمام ولم تتزوج من قبل والفنانات دول غير متزوجين ولم تتزوج من قبل ولازم تختار واحدة منه هتختار واحدة وقدامها التانية مثلا هتطيارها هتطلع لك واحدة غيرها بتفضل تختار كده حد ده بشوف مين اللي هتكمل معي اهو الله دي حلوة اهوة حلوة دي جميلة يلا احنا بنلعب يا جميلة معها اه ايوة فما بين نيكول سابة وشيرين شيرين شيرين تكسب معانا اه بس مش سريع السريع يلا اهو وما بين شيرين وأمال ماهر شيرين برضو ولسه شيرين مكملة معانا وما بين شيرين وميريام فارس اه اهو اللبناني دخل بكوة بعد اهو دخل برجله اليمين وايه زعليش يا جريع معلاش يا جريع وميريام فارس طيارة شيرين ولسه دلوقتي هنشوف ما بين ميريام فارس وأنغام نعتزل لأنغام نعتزل للفنانة أنغام عشان يعني لا ده هو افتراض بس يعني اللبناني لسه مكملنا عشان بس يعني عشان يطرع لنا الاعل الوحدة العربية يعني انغام مش هزعل مننا اه طبعا طبعا خليها شوية وما بين ميريام فارس ونانسي عجرم وكده تنين اللبناني دخلوا في المسابة والدنيا علية قوي نانسي عجرم وش على طول اهو عبايا نانسي نعتزل لمريم نعتزل لمريم طبعا تريح شوية ما بيننانسي عجرم وماية الجام أهو كده المنافسة اشتدت بقى واحتدت والوتد شد قوي صراحة يعني موية وتد جام تخلي بالي انا عارف والله العظيم يعني انت داخل على صحبتي جدا وجلعة جدا وإنسانة رائعة اي ننسى عجرم بعد ما صحبتك كبير ودلوقتي الجولة النهائية وبعد ما اختار ننسى عجرم بقى دخلنا بقى في الشديد قوي ننسى عجرم وهيفة وهبي ننسى عجرم وهيفة وهبي ننسى عجرم هيفة بالطير الكل ايه هيفة بالطير الكل بس انت سيد الكل بقى فشفت اختار مين ايه صعبة صعبة بجد اهو بصي هيفة صحبتك جدا واحنا صحاب جدا بجد بس انت ستيلك ننسى وراع وقعقه شكلك ستيلك ننسى دي عسل اهو مشكلة ننسى انت حبيبها مش حبيبها كمان يعني هطلعت يعني قالت انا ماسمعش غير محمد فعيد انت حبيبها هي قالت في مرة طب انا ماسمعش غير محمد فعيد ايه بقى عسل وبما انك انت يعني اكسبت لازم تغنيلي ياه انا ايه تغنيلي ايه يا اصلي يا اصلي يلا بينا يا فوق يلا بايه pow باا تحبك ووعد عليا أشيلك فين النعناية بنسبة مدين في المية أعيش دوني دي وياك ولا الجن الأزرق يضر يخليني لحظة فكر نقلب عليك وتغير نشيلك فين النعناية تحبك وياك